السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بي س بي أبون يو ديري ستودينت فمزة الثانية سكندريا اجريكالشير سكول ولكم تو انيو ابيزود of your program school at home أهلا بكم ومرحبا طلبي الأعزاء طلبة الصف الثالث السنوي الصناعي أهلا بكم ومرحبا في برنامج المحبوب بتاعكم مدرسة على الهوى النهاردة في الواقع كده أجل بداية السنة الدراسية دي حلقة إسرائية للغة الإنجليزية وطبعا احنا هنخرج بقى بره التقليد كده وقبل ما تبدأوا المنهج ان شاء الله طبعا جايبين حلقة جاملة جدا اللي هي تعريف باللغة الإنجليزية النهاردة ناخد حاجة جاملة جدا وشيقة مش بس لكم لأي واحد مهتم وبيحب اللي هو يدرس اللغة الإنجليزية ومتشوق اللي هو يتعلمها وينطأ صح ويكتب صح ويسمع صح ويتكلم صح فطبعا الحلقة دي لكل الأعمار صغير وكبير فيا ريت ان انتو تدعوا زمائلكو وحتى الأباء في البيت وإخوتكو ان انتو تشاهدوا الحلقة دي لانه مش مرتبطة بسين معين غير كده بس عشان ده من حق طبعا ولادنا اللي هم بتقع طلبة الدبلوم الصف الثالث الزراعي طبعا ما ننسى تكمش النهاردة انا جايب طبعا استعراض لمنهج الترم الأول والوحدات وإيه اللي هنبدو طيب يلا بقى تعالوا معنا نشوف ايه معنا في الحلقة زي ما قلتلكو احنا هناخد يعني فوية تعلم اللغة الانجليزية وهارض ان في كلمات احنا بنغلط فيها في النطق برضو هارض بعض قواعد النطق مش كلها طبعا قواعد عامة وكلمات احنا بنقع فيها كارابيك سبيكر متكلمين عرب سبيكر متكلمين عرب نطقي اللغة العربية وازاي نتجنب وكلمات شائعة وقواعد نطق معنا زي ما قلت وكمان في الآخر هنتعلم الطريقة المسلحة لحل المشاكل في ازاي تزاكر انجليزي وازاي تبقى متفوق وولا واخيرا لازم اللي احنا نتعلم اللغة مش علشان ندرسها او النصيحة قبل ما ابدأه عشان نبقى على نور لازم نتعلم اللغة اللغة عشان احنا بنحبها طيب اولا يلا نبدأ تعالوا معايا حبابي ما نضعش وقت ونبدأ الحلقة بتاعتنا بالنصائح طبعا زي ما قلت زي ما نشافينا على الشاشة دي طبعا حلقة اسرائية طبعا زي ما قلتلكو حبابي احنا هنبدأ طبعا من how to learn english وي هنبدأ من الطبق what are the advantages of learning a foreign language what are the advantages of learning a foreign language برضو انا عايز في الحلقة اللي انتو تركزوا على الكلمات الصعبة برضو او الكلمات الجديدة لانا انا هقول معنى كل كلمة ببساطة كده بالارابك ايه هي وطبعا ايه هي advantages يعني مزايا of learning a foreign language اللي هو مزايا تعلم foreign language يعني لغة اجنبية طبعا the first one انا جبت طبعا مزايا او فوائد تعلم اللغة الاجنبية يعني بعض النقاط كده مهمة جدا اول حالة connect with new people connect with new people اللي احنا بنعرف انه تواصل connect يعني تتواصل مع new people الناس جديدة فطبعا one of the most remarkable benefits of learning a foreign language يعني اهم مزايا الملحوظة او الهمة اللي احنا نتعلم اللغة الاجنبية is opening new doors of opportunities and meeting new people اللي احنا بنفتح بقى ابواب وفرص تانية جديدة اللي احنا نقابن ناس تانية من عالم تاني من بلد تانية you can connect with people from a wide range of communities غير كده اللي احنا ممكن نتواصل مع ناس from a wide range of communities من مجتمعات communities طبعا غير societies يعني communities مجتمعات صغيرة و society مجتمعات كبيرة and can develop lifelong connections غير كده اللي احنا ممكن اللي احنا نبدأ نطور lifelong connections يعني اتصالات مع الناس ديات طوال العم you will realize how people become comfortable when you communicate with them using their mother tongue طبعا انت ما بتتكلم مع حد بلغتك ومش فاهمها غير اما انت تتعلم لغة شخص او شعب خصوصا اللي انت ما تروح للدراسة او كده وما بيفهموك طبعا يعني اللغة بتبقى barrier حاجز كبير جدا اللي مثلا واحد مش عارف لغتك او انت تخيل انت مش عارف لغة واحد اجنبي من اي جنسية فتلاقي في حاجز كده نفسي بينك وبينه بس ان ما انت تتكلم لغة الشعب ده طبعا ده بيشيل الحواجز ديت وبيشعر بالراحة اتجاهك as you learn a second language and become open to a new culture غير كده اللي انت بتتعلم second language يعني لغة تانية وبتبقى open to a new culture يعني منفتح على ثقافة تانية you also become more receptive and appreciative of other thoughts and action غير كده اللي احنا بنبقى مقدرين او بنتقبل افكار الاخرين and action والتصرفات بتاعتهم لما بنتعلم اللغة بتاعتهم دي اول tip او اول نصيحة او اول فايدة طيب الفايدة التانية حبيبي لتعلم foreign language اللي هو sharpens your memory it sharpens the memory sharpens انها معناه حد بس هنا معناه يعني تقوز زاكرة يعني تخلي ليك زاكرة حد لان انت بتعلم لغة طبعا لازم يبقى تكتسب مفردات اللغويات vocabulary كلمات كتير طبعا فلازم مش اي واحد طبعا اللي بتعلم اللغة دوت طبعا بتنمي الزاكرة بتاعته وبتخليها زاكرة حد زاكرة قوية فاحنا بنقول the more you utilize your brain يعني كلما انت فالutilize يعني تستخدم كلما انت بتستخدم مخك طبعا يعني يعتبر كتدريب طبعا the better it works يعني كلما كان عمل المخ بيبقى احسن learning a new language requires you to be familiar with grammar ولكده اللي انت احنا بتعلم طبعا لغة جديدة لازم يتطلب منك اللي انت تبقى على دراية ب grammar grammar اللي هي القواعد vocabulary vocabulary اللي هي المفردات الكلمات الجديدة and rules and teaches you to طبعا القواعد and teaches you to how to apply this acquired knowledge وطبعا بتعلمك ازاي اللي انت بتطبق acquired knowledge المعرفة او المعلومات اللي انت طبعا اكوارد اللي انت اكتسبتها زاس exercising your memory for good وطبعا اما بتجي تطبق اللي grammar وما بتطبق الفكاب بتستخدمها وال rules القواعد ديات طبعا انت بتستخدم اللي انت على طول بتشغل بتطري بتشغل your memory الزاكرة بتاعتك for good it's also said that people who are keen on learning new languages بيقال طبعا ان الناس اللي هما keen on متحمسين او شغف عندهم شغف بتعلم new languages اللغات الجديدة find it easier to remember names طبعا بيبقوا متميزين عن اقرانهم اللي هما طبعا بيبقى عندهم سهل اللي هما يتذكروا names فيه كمان دراسة بتقول اللي هما طبعا ناديرا او حالات قليلة اللي بيصبحهم مرض الزهايمر لانه طبعا فيه تدريب على طول الماموري الزاكرة وطبعا بيتلقوا تذكر الاسماء names اسهل facts والحقائق and figures الاشكال and directions اللي هي الاتجاهات it also improves your attention span اللي هو بيحسن طبعا قدرتك على الانتباه while posting your problem solving skills غير كده اللي هي بتحسن مهارات عندك اللي انت حل المشكلات طبعا بوست هنا معناها improve يعني يحسن طب ننتقل the third point النقطة التالتة learning for a language or the second language advance your career advance يعني بتخليك متقدم او بتحسن your career career متقدم فيه career يعني الحياة المهنية بتاعتك مستقبلك المهني طبعا الشخص اللي بيروح يتعلم اللي معه لغة طبعا مهارات language and computer والكمبيوتر طبعا بيبقى له فرصة اكتر اللي هو to get a job if he applied for يعني يحصل على وظيفة اللي هو تقدم لها language skills can increase your chances يعني مهارات اللغوية ممكن هي increase your chances بتزود فرصك بتعزز فرصك of better employment opportunities اللي هو بتديك فرص اكتر لتوظيف اكتر يعني تاخد وظيفة افضل واحسن with overseas customers and foreign clients حتى ممكن اللي انت ما بتبقاش مثلا الوظيفة اللي انت بتحصل عليها داخل البلد بتاعك ممكن طبعا لو اثبتت كفاءة وخصوصة في تعلم اللغة ممكن تشتغل في بلد خارجي وبتتعامل مع customers وعملاء اجانب and companies and companies are on lookout for professional لاني دايما الشركات العالمية دايما في بحث مستمر وبتنطقي professionals اللي هم المحترفين او الناس اللي زو كفاءة وخصوصا اللي عندهم لغة تانية who are fluent fluent يعني فصيح احفظ الكلمة دي فصيح او طلق اللي عندهم فصاحة او طلاقة in second language في اللغة التانية بتاعتهم and can communicate with various communities ويقدر الشخص اللي هيوظفوه ده communicate وز وcommunicate دايما تاخد حرف جار وز اللي في الصلاة الاخير ده يعني بيقدر يتواصل مع او يتفهم مع various communities يعني المجتمعات المختلفة the fourth point النقطة ربع learning foreign language improves decision making skills improves decision making skills يعني دايما بتحسن مهارات اتخاذ القرار اتخاذات القرار ازاي بقى يعني ايه العلاقة طبعا احنا وشفناها كده من الظاهر هنقول ايه علاقة بقى اللغة اللي احنا البقى كويسين في اتخاذ القرارات طبعا يعني انت شرت كده عشان الله خاصلكه قبل ما اقرأ كلمة كلمة ان طبعا انت اما بتتكلم لغة تانية فطبعا لازم بتنطقي الكلمة المناسبة للتعبير اللي انت هتقوله او الترجمة اللي انت هترجمها فطبعا اما تنطقي الكلمة للتعبير اللي انت تقوله فدوة طبعا بيعزز اللي هو مهارات اتخاذ القرار وبالنسبة طبعا لان انا متخصص لغة انجليزية فطبعا فيه كلمات في الانجليش بتستخدم في مواقف ما تنفعش تستخدم في المواقف التانية فطبعا دوة بينم عندك اتخاذ القرار اللي انت تستخدم المفرد او القاعدة في البوقف المناسب لها فاستادي باي ذا يونيفورستي حتى هو دراسة اه عزمة الدراسة يونستادي هنا معناها الدراسة باي ذا يونيفورستي اوف شيكاغو في جامعة شيكاغو فاوند ذات ملتي لينجول بيبل افكري اي خلي باكم الكلمة دي ملتي لينجول ملتي اي كلمة يعني بدأ بالبريفكس بريفكس يعني بادئة بكلمة ملتي ملتي دي معناها متعدد ولينجول يعني لغول يعني عنده اكتر من لغة يعني متعدد اللغات يعني الناس المتعددة اللغات يعني افضل في اتخاذ القرارات شوفوا بقى كلمة التانية دي احنا قلتلكم ملتي لينجول يعني متعدد عنده كذا لغة اما مونو البادئة كلمة مونو بريفكس مونو دي مونو يعني احادي مفرد يعني عنده لغة واحدة يبقى الناس اللي عندها اكتر من لغة بيبقوا better than making decision افضل في اتخاذ القرارات من مونو لينجولز اللي هم عندهم لغة واحدة يعني وانت طبعا بتتعلم لغة جنبية ليه بقى وده اللي انا شرحت لكم انت بتحول اللي انت تفهم يعني التعبيرات اللي هي الخاصة بالمنطقة and differences والاختلافات في التعبرات and find their hidden meanings ولكده اللي انت فيه كلمات بيبقى لها معنى تاني ولازم طبعا بتجد او بتبحث عن المعنى الاخر hidden which enhances your decision making abilities والمعنى ده طبعا بيدعم your decision making abilities اللي هو قدرتك على اتخاذ القرارات طيب five it's excellent for traveling it's excellent for traveling طبعا اي واحد طبعا بيتعلم اللغة اجنبية طبعا بيتعلق بالculture الحضارة بتاعة البلد صاحبة اللغة دي طبعا وخصوصا طبعا الناس اللي مثلا ممكن يدرس overseas يعني بيدرس في الخارج وبيحب السفر طبعا هيبقى اللغة هتقديمه جدا جدا في الصفر بتبقى كويسة للصفر excellent يعني شيء ممتاز for traveling للصفر if you master more than one language master هنا معناها master يعني to get يعني انت اذا قدت في اكتر من لغة واحدة you have more options to visit various countries يعني انت have more options عندك اختيارك كتير جدا اللي انت بتقدر تزور various countries يعني دول مختلفة on vacation vacation يعني في العطلات بتاعتك او الاجازات traveling through a new country وكمان traveling بتسافر لدولة تانية خالص exploring places وبتقدر فيها اللي انت بتستمتع بتستكشل بلد اللي انت معك اللغة طبعا بتقدر تسأله طبعا مع الناس and meeting locals locals هنا معناها الناس المحليين يعني اصحاب البلد become easier يعني مقابلتك لاصحاب البلد بتبقى اسهل if you can communicate in their language لو انت تقدر تتواصل في لغتهم مع لغتهم this can also motivate you to explore a new country ده طبعا بيحفزك اللي انت تستكشف برضو بلد تانية and practice your new language and practice your new language وتمارس لغتك الجديدة as you navigate outside those familiar places وانت طبعا بتتجول خارج الاماكن المعرفة دي and interact with new people وطبعا الصفر بلغة ومعك لغة بيخليك بيسهلك لكن اللي انت interact اللي اخر جبنا دي معناها تتفاعل with new people مع ناس تانيين او ناس جتب طيب six post your creativity فالي post ده ليك معنى كتير يعني post معناها يسرع ماشي وممكن هنا معناها هنا طبعا مش معناها يسرع معناها يحسن يحسن او يزيد من increase معنا increase your creativity creativity يعني الابداع حسة الابداع عندك researchers researchers اللي هم الباحثين هنشوف بقى ازاي اللغة بتزود عندك الابداع حسة الابداع او مهارة الابداع researchers اللي هم الباحثين have found that learning a foreign language ان تعلم اللغة الاجنبية makes you بتخليك more creative more creative يعني مبدأ اكتر than people who are monolinguals بتبقى مبدأ اكتر من ناس monolinguals يعني عندهم ايه لغة واحدة اتفنا منو معناها احادي يعني صاحب لغة واحدة اوكي it enhances your ability to take decisions غير كده اللي هي enhances يعني بتعزز your ability يعني قدرتك to take decisions زي ما احنا قلنا اللي انت بتاخد قرارك logically logically يعني بمنطقية and to come up with solutions وتنتهي او بتقدر انت تصل solutions يعني حلول while making your innovative with improved vocabulary while making your innovative يعني بينما انت بتعمل your innovative with improved vocabulary يعني باستخدامتك باستخدامتك الخلاقة او المبدعة بال vocabulary بالكلمات الجديدة وطبعا اللي بيجيدي اللغة جدا ساعة بقى بيخش بقى بيحب يقرأ قصص دي بقى بتبقى مرحلة تانية بعد يتعلم اللغة وبيحب طبعا باللغة التانية يقرأ شعر بالانجلش يقرأ قصة blaze مسرحيات and so on pros يعني نسر فطبعا دوات بيعزز عندك روح الابداع وبيبعندك روح اللي انت بتخلق نصوص طبعا ده لو ما عندك المهارة multilingual are divergent thinker غير كده multilingual يعني الشخص اللي عنده اكتر من اللغة are divergent thinkers يعني مفكرين متشعبين زو تفكير تشعبي بيقدر عنده كذا طريقة او كذا طبقة للتفكير and possesses skills بيبقى عنده بيملك مهارة to identify alternatives to a problem اللي هو ممكن يتعرف او يجد alternatives يعني بدائل للمشكلة واحدة يعني كذا حل للمشكلة اوكي متأكد طبعا ان الناس بعد الكلام يعني غير ما كامل اهو اه الكلام ده هو طبعا هتحاول اللي هي تتعلم لغة جديدة او اللي بيتعلم بها هتحاول اللي هو يحسن نفسه في اللغة بعد الكلام اللي احنا قلنا لسه معانا طبعا فوائد اللغة وهنكمل اهوات معكو seven learning طبعا a new language feed your brain feed your brain يعني بتغزي المخ بتاعك ازاي بقى تعلم الكل ده اللي بتعمل لغة اه ازاي بقى طبعا لان people who speak more than one language have improved memory زي ما قلنا ان الناس اللي بتتكلم اكتر من اللغة have improved memory يبقى عندهم لغة اه محسنة او حسنة اللغة اي سوري حسنة الزاكرة بتاعتهم الزاكرة بعد قوية وكمان اه بيدعم عندهم problem solving وحل المشاكل و and critical thinking وطبعا بيبقوا عندهم اه مهارة critical thinking يعني التفكير النقدي بتبقى عندهم عالية جدا اه skills مهارة التفكير النقدي بتبقى عندهم قوية enhanced concentration برضو تعلم اللغة اللي هو بيقوى عندك concentration اللي هو التركيز تعلم اللغة لان انت بتتعلم مع لغة تانية فانت ما بتقرى نص بلغة تانية زي ما احنا بنقرأ الانجلش كده فطبعا غير ما بتقرى العربي لان العربي لغتك بالفعل يعني مش محتاج ما بتحتاجش التركيز اللي انت بتقرها في العربي لان انت طبعا لغة تانية اه decoding لازم اللي انت تفهم تفهم طبعا كل حرف نطق ازاي ومعنى الكلمة دي غير معنى اللي انت اخذ عليها تفتكر اللي معنى الكلمة دي بالانجليز وقصدها ايه بالعربي فبتعمل decoding بتستقبل الكلمة وبتشفرها طبعا في المخ والمخ بيرسل طبعا المسجز اللي هي بيقولك الكلمة دي معناها كذا فطبعا غير اللي انت بتقرى اللغة مباشرة اللغة الام بتاعتك مباشرة فطبعا learning new language تعلم اللغة اجنبية طبعا enhances concentration يعني بيعزز عندك التركيز غير كده ability to multitask and better listening skills وبيخلي طبعا عندك القدرة اللي انت بتقدر تنجز او بتاع تتعامل مع multitask multitask يعني العديد من التسك يعني المهام بتاعتك وبitter listening skills وغير كده بتعزز عندك مهارات الاستماع وكمان الspeaking مهارات الاستماع طبعا مهارات الاستماع لان طبعا if you are a good listener you will be a good speaker ده طبعا قادة في اللغة مهمة جدا لو انت مستمع جيد للغة هتبقى متحدث جيد واستحال اي حد يتعلم لغة الا ما يكون سمع الكلمة صح عشان يتكلم طبعا صح وإلا مش طبعا هتكلم اللغة بطريقة صحية تعالوا معنا حبيب نشوف number 8 yes deep in your connection to other culture deep in يعني بتعمق your connection connection يعني اتصالك ب other culture حاجة يقول ما other cultures يعني بتعمق اتصالك ب او تفهم بتعمق تفهمك ل other cultures يعني الحضارات الاخرى ازاي بقى language is the most direct connection to other cultures يعني اللغة هي most direct connection اللي هي الاتصال المباشر ل other cultures الحضارات الاخرى being able to communicate in another language يعني كونك اللي انت تقدر communicate with اللي انت تتفهم بلغة تانية exposes as to and foster and appreciation for the traditions religion يعني طبعا بتقوي وبتخليك تقدر for tradition التقاليد وتتفاهم التقاليد وديانات اصحاب اللغة التانية غير كده artist الفرن بتاعتهم art history of the people وتاريخ الناس اللي انت associated with that language اللي بيتكلم اللغة ديها طبعا greater understanding in turn وتفاهم طبعا قوي لهذه اللغة promotes greater tolerance اما تتفهم لغة الناس او شعب معين طبعا زي ما قول بنزيل الحواجز وبيبقى عندك طبعا tolerance طبعا تسامح وامباثي تعاطف and acceptance of other وacceptance of other يعني قبول آراء وثقافات ومفاهيم الناس الاخرى وزيستاذ شوين ذات children who have studied another language وفي درسات اثبتت ان الاطفال اللي هما درسوا لغة تانية are more open towards and express more positive attitudes towards the culture بيبقوا عندهم انفتاحية اكتر انفتاحية وموقف ايجابي نحية طبعا الناس اللي هما تعلموا لغتهم طبعا طبعا اللي احنا يعني انت بتذهب بتقدر عندك بتنام عندك طبعا المهارة اللي انت يعني بتروح يعني مصدر المعلومة طبعا لان طبعا احنا ما بنتعلم طبعا اي لغة بنحتاج اللي احنا to look up مثلا new words بنبحث عن كلمة جدة in that dictionary if you want to learn a language for example if you want مثلا to get more understanding to a certain story احنا عايزين نفهم قصة معينة you can serve many sources اللي احنا ممكن طبعا بنلجأ اللي احنا بنبحث عن المعلومات وبنخش مثلا محركات البحث مختلفة بنخش على مواقع ذلك youtube and so on مواقع مثلا في مواقع التسجيرات الصوتية لهذه اللغة فطبعا انت بتنامع عندك اللي انت بتقدر تروح على المصدر وبتبحث عن المعلومة او معنى كلمة او expression معين مصطلح معين في هذه اللغة فهذه طبعا بتخلق شخص او مواطن بيقدر اللي هو بيتعامل مع التكنولوجي وازاي بحث عن المعلومة وازاي ممكن تنمي شخص او متعلم researcher يعني باحث قوي طيب نجي النقطة اللي بعد كده حبايبي 10 post your confidence احنا بقى الناس بقى اللي معنا بقى واعدم صح صحة يعني post قلناه في اول الحلقة post هنا معنى ايه ايوه قلنا معنى ممكن تساو improve يعني بتحسن او increase بتزود ماشي بتحسن ايه بقى your confidence confidence يعني الثقة بالنفس ازاي بقى هل اللغة ازاي بقى اللغة بتحسن الثقة بالنفس ايوه ممكن اللغة تحسن الثقة بالنفس ازاي ازاي بقى يعني طبعا اي واحد متعلم للغة فطبعا لازم في الاول هيعرف انه هو كلنا تعلمنا وغلطنا طبعا اكيد فطبعا اغلطنا في نوت اغلطنا في spelling اغلطنا ما نجي نكتب في الاول بدأنا بتعلم الحروف بدأنا طبعا من الخطوة الاولى زي الاطفال كده لحد مثلا لحد طبعا ما اجدنا ايه اللغة فطبعا انت يعني معرضين اللي احنا نغلط كل انواع الخطأ في تعلم اللغة فطبعا احنا اعملنا اه اخطاء تيه طبعا الانسان اللي بيغلط طبعا مش عيب بس اما بتغلط وبعد كده بتتجاوز هذه الاخطاء فطبعا بتقوى طبعا وكلما تتجاوز الاخطاء وما انتش بتعمله تاني طبعا بيبقى عندك ثقة اكتر في النفس اه وتبقى طبعا فرحان وعارف اللي انت تخطيت مرحلة معينة وخصوصا اني طبعا انت بتعلم اللغة بتبقى فيه يعني مستويات وما بتتعدي مستوى بتروح المستوى الاعلى منه والاعلى فالاعلى فما بترجع المستوى اللي هو الاعلى اللي بيبقى عندك ثقة بالنفس اللي انت ما بتتكلم فيه فطبعا learning a language post your confidence يعي تعلم اللغة برضو بيعزز ثقتك بالنفس طيب اني كان حبيبي النقطة تقريبا the last point هنا gain perspective اه يعني gain perspective يعني يعني معناه يعني تكتسب perspective يعني اه وجيت نظر perspective بيعندك منظور ووجيت نظر اه اه ليك رأي خاص بيك as we explore a new language and culture واحنا طبعا بنستكشف لغة وحضرة تانية we naturally draw comparisons اه بيعنموا عندنا ايه comparisons comparisons يعني المقارنات to what is most familiar الشيء familiar يعني الشيء اه المألوف بلينا طبعا learning about other countries اه وتعلم اللغة التانية sheds lights on aspects of our own culture يعني بتلقى الضوء على بعض الجانب على ثقافتنا احنا ازاي يعني احنا مثلا كمصريين مثلا اما نتعلم اللغة الانجليزية for example او الفرنسية او الالمانية طبعا بنطلع على ثقافات الناس اصحاب الحضرات ديت فطبعا ممكن بيانموا عندنا حب المقارنة بين اللغة بين الحضرة دي ودي ودي فاحنا طبعا بنعرف ان مثلا حضرتنا ممكن اقدام الحضرة دي نشأت كذا الحضرة دي نشأت كذا فطبعا اللي انت بتدعم عندك منظور وجهة نظر بين اختلاف الحضرات غير كده اللي احنا ما بتعلم اللغة بنشوف طبعا الشيء كويس في حضرة الحضرات الغربية او حضرة الشارق مثلا او whatever كويس عندهم وبنقدر اللي احنا نستوردها او بنتبناها حسب طبعا عادتنا وتقاليدنا وبنعرف برضو ان الحاجات اللي عندنا هل هي كويسة ممكن نغيرها طبقا لكده او طبعا نبقى عليها لهن هي افضل فطبعا دي بتعزز عندك اللي انت وجهة نظرك بتعرف ايه اللي عندك كويس و ايه اللي عندك عايز يتغير ده المقصود بي جين برسبكتف يا عبيب عندك وجهة نظر او رأي في اه اه بتنمى عندك وجهة النظر او الرأي اللي انت تقدر تعمل مقارنات بين الافكار دي كلها والحضرات طيب احبا عيب اه نيجي بقى لجزء مهم جدا جدا وانا متأكد اللي انت هتحبوه اه من اكتر الحاجات اللي احنا بنقابلها وبتسبب لنا مشاكل في تعلم اللغة اللي هو pronunciation pronunciation اللي هو النطق فالنطق طبعا مهم جدا طبعا وفي اختلاف في النطق انت بتعرف طبعا اي حد اجنبي اما بيجي ينتق عربي طبعا بتلاقي اللي فيه الكلام غريب ليه بقى اسباب معينة او ممكن يقول كلمات غلط واحنا كذلك عندهم كده اما نمط انجليزي ممكن اللي احنا اه يستغربوا الكلام ده لو واحد بيتكلم انجليزي مش بالطريقة الصحيحة طب نيجي نشوف بقى ايه الاسباب اللي بتخلي المشاكل اللي بتبخلي فيه مشاكل دي الاسباب اللي بتخلي فيه مشاكل عندنا في النطق number one language first language interference first language interference معناه اللي هو تدخل اللغة الام بتاعتك اللغة الام بتاعتنا اللي هو language interference is the effect of language learning first اللي هو تأثير اللغة الاولى عندك on the production of language you're learning فيه اللي انت ما تيجي تقول اللغة التانية ليه بقى؟ لانما خارج الحروف بتاعتنا غير مخارج الحروف الانجليزي يعني مثلا في العربي مثلا في احنا لغة الضاد مسلا يعني احنا متميزين او منفردين اللي احنا اللغة اللي فاقه الوحيدة اللي فاقه حرف الضاد فاحنا طبعا أما نيجي بقى هي في الانجليزي دي فاقب بطريقة الضاد مثلا هتبقى يعني غلط لاني مخارج اللغة هنا غير مخارج اللغة هنا غير كده في حروف الإنجليش مش وجودها في العربي ودي هننتناولها بتفصيل كذلك فيه ناس بتخلط راية اللي احنا نطق ثا ثا وثا والتي إتش هنا بتنطق سعاد زا أو ثا والأس وبنتخلط بالكلمات ويه با حرف البا في العربي ما فيش با با طبعا الانجليزي بس هو في حرف البا اللي احنا منطلع هاو كده البي بي فور بان والبا البا اللي هي بي فور با ونشوف كلمات كده ونشوف الناس زاي بتغلط فيها يعني زاي كلمة مثلا كلمة الاولانية ديت اللي هي هي بتتنطق فيه ناس يقولك زن لا هي مش زن هي ثن ثن لازم تطلع هاو كده ثن فيه ناس ممكن تقوله لك ز ينتقى الزا لا طبعا يبقى دول طبعا ساعات بتبقى تداخل لغة الام والزس طب الكلمة الثالثة دي اسمها ايه بقى كلمة ايوه فيه ناس طبعا عشان مخارج الحروف العرب يقولها بيبر بيبر لا مش بيبر زي كلمة برضو ناس بتغلق كتير في كلمة يعني ناس ماشي بتقول بيبل لا طبعا مش كده هي ولازم تطلع في هوا شوية كده من نشوف الطريقة التانية نشوف المشكلة التانية اللي بتسبب طبعا مشاكل في النطر اللي هي اللغة التانية اه ايه بقى دي طبعا اللي هي عدم الكفاءة في تعلم اللغة التانية يعني الناس ما عندهمش كفاءة او مش شطرين او متعلموش لسه موصلوش لمرحلة اللي هي تنتق صح زي ايه يعني فيه ناس طبعا عشان كده طبعا اهم حاجة ونصيحة جامدة جدا نصيحة اه مهمة اه ان انت اي كلمة مهما حتى لو حسيت ليه مألوفة لديك لازم تدور على النطق بتاعها زي كلمتين دول اه كلمة دي وكلمة دي الكلمة دي طبعا الناس بتنتهي شوير شوير طبعا يعني مش شوير خلاص ياه كواير 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 يعني كورس او فرقة ماشي كذلك احنا في الانجريش في حرفة جا جا sound في الكلمة التانية اللي هي exaggeration exaggeration جا جا نسوش exaggeration لا exaggeration exaggeration يعني مبلغة فيه فطبعا الناس بتنتق الكلمات دي غلط لان عندهم inefficiency of learning زي ساكن لانجوج يعني عدم كفاءة في تعلم اللغة التانية يعني ممكن هي بتتعلم بطريقة غير صحيحة او اما بتشوف كلمة جديدة ما بتدورش على معنى الكلمة ودي طبعا نصيحة مهمة جدا لازم اللي انت تتبع طيب السبب التالت بقى اللي الناس بتنتق غلط اللي هو entused errors entused error اللي هو caused by teacher يعني الاخطاء اللي بيسببها للأسف by teachers يعني معظم المعلمين طبعا هم عندنا طبعا ما شاء الله في مصر الناس طبعا على كفاءة عالية من اللغة والاجيال اللي طالع جميلة جدا وحتى الاجيال اللي القديمة بس بعض مثلا يعني ممكن اقلية مثلا اه ممكن تنتق خطأ اه في كلمات معينة وخصوصا في سن اه صغير فده طبعا بيسبب حاجة اسمها fossilization fossilization يعني تحجر المعلومة ان الطفل ما بتعلم المعلومة غلط وهو صغير فطبعا بتجبر في معاه وبتفضل متحجرة في دماغه حتى ممكن يتعلم الصح وبعد كده بينسى الصح وبيقول الخطأ تاني طيب نشوف كده examples للكلمات اللي ممكن اه اه بتتنطق غلط وللأسف شائعة انا شفتها او سمعتها من بعض الطلبة ماشي وعايزين طبعا نغيرها بعد الحلقة دي خالص شائعة جدا سمعناها من بعض كلمة مثلا اه الناس بتقول لا هي صحية يعني بقولك حطه في الاخر أباستروف أس سمعناها لا هي أباستروفي أباستروفي اللي الفصل اللي فوق المنغوضة اسمها أباستروفي طبعا كلمة التانية دي الناس كتير بتنطق جدا اه determine determine وطبعا هي فيرب اسمها determine يعني يعزم على determine determine اه الكلمتين اللي الاخر دول مهمين جدا جدا لان تقريبا اه ناس اه majority of people mistakes يعني كتير الناس بإيه mistakes اللي هو فعل اه طبعا الكلمة اللي هي دي بتتنطق بينطقها و decrease increase يعني يزود decrease يقل أبدا ما فيش ولا verb ولا نون اسمه increase هي increase increase decrease decrease حتى نون عن verb تتنطق نفس النطق بس هي اللي خلاف في الاسترس لو هي طبعا لو verb بتقول increase 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 لو نون increase increase ماشي فطبعا اللي نون و الفرب هي الاسترس يعني الشد عن المقطع الاول والتاني بس في كل حالتها بتتنطق الاس في الاخر بتتنطق سح sound ما نقولش increase نقول increase decrease اوكي طب هنا بقى جبتلكم مجموعة غير قليلة كتير جدا من و دي الشائعة يعني طبعا في حاجة كتير جدا بس انا جايب الكلمات الشائعة اللي ممكن الناس تغلط فيها زي الناس ممكن تنطق حرف ال-pa تنطق بي عادية اللي هي بتاعة book ماشي زي كلمة ايك كلمة طبعا اللي هي pan نقول bin الناس بتقول bin لا انت كده بتنطق ما بتنطقش p انت بتنطق b فتنطق pan pan وكمان نصيحة ما تقولش bin حتى pan ما تكسرهاش حرف دي اي sound غير الاي لو انت قلت bin يعني مفروض هنا في اي هنا تنطق على يبقى معناها دبوس هاي تنطق pan علم pan طبعا في كمان ال-v الناس كتير بتحرف ال-v بتخلطو وبتنطو f زي كلمة مثلا villa لك villa اللي هي villa have you got a villa have you got a villa ماشي اه ال-ja sound اللي هو جا فيه بقى في الانجلش حرف مش موجود في الاربك اللي هو جا جا sound زي ما تقول this is الناس قولها this is my jacket jacket it's not jacket بالانجلش هي jacket جا جا اسمها جا sound يعني jacket اوكي وزي ما قلتلكم النصحة لو تلكوا فوق ال-p تبتطع الحرف e sound غير i زي كلمة pan الناس بيتقول لك bin bin وانت كده لو قلت bin يكتبع يبقى انتطع حرف e اللي هو i عندك طبعا هي e الحرف e بيبقى مفتوحة شوية عن i فتقول ten برضو في دي مجموعة برضو من sounds يعني الاصوات والحرف الصوتية اللي احنا بنغلق فيها دي حرفه مهمة جدا جدا عايزكم تخلي بالكم منه اللي هو sound اللي هو دايما اللي هو في المقاطع اللي هو energy بمعنى يعني يعني يقول لك he comes in the early morning he comes in the الناس بيقول لك morning morning لا الجيل في الاخر دي يعني ضربة او الشدة او الطرقة بتاعت الجيل حرف الجيل ما يبانش خالص يقول morning هو بتتكلم او بتطلع حرف اسم نيزل من الانف كده نيزل وما بتبانش الجيل هو زي الجيل ما عندنا كده يقول morning morning not morning not morning لا هي morning in the early morning اوكي طب كذلك كلمة mother mother طبعا فينا التي اتش هنا بتحسبها mother mother لا طبعا هيك عشان كلمة سالة في ناس كتير عارفينها بس في ناس كتير ساعات بتشوف التي اتش كده بنطق the sound وفعلا ساعات فيه كلمات فيها تي اتش بنطق the زي 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 ثن بس بردو ساعات بتنطق the sound زي كلمة mother not mother اوكي اه كذلك في الحرف ده الرمز الصوتي ده اسمه جا sound فيه ناس بتقرب بالجا والشا جا and شا اوكي sounds ذي كلمة دي هي كلمة he measures well he مج جا ما تقولش في الناس بتقولك he measures لا measure جا sound measures يعني يقيس he measures well كذلك برضو اللي الرمز الصوتي ده تشا وشا تشا يعني فيه كلمات اللي لازم افروض تقولك تشا زي اما تقول I have a nice chair I have a nice chair يعني عندي ايه nice chair chair هنا معنها كرسي الناس بتقولك share share لا انت لو قلت تشيرها تقول كلمة تانية خالص مشير ده معناها يشارك او نصيب او حصة ماشي او سهم يبقى هنا chair chair يعني كرسي شوفوا بقى اللي انت لو نطقت حرف غلط بيغير خالص معنى الكلمة بنخش في معنى الكلمة تانية تخيل بقى ان انت لو نطقت حرف غلط مثلا وبتتكلم مع واحد native speaker native speaker يعني متحدث اصل اللغة طبعا هيفهم الكلام بطريقة تانية خالص خالص فطبعا مهم جدا ان اللي احنا ننطق الكلام عشان توصل الرسالة بطريقة على نحو الله وطريقة صحيحة طيب نيجي بقى كمان لسه معنا كلمات كتير وهتعجبكو وان شاء الله هتفكو جدا وهتحسن النطق فيها دي برضو سلسلة في تحسين النطق تعالوا كده معي على الشاشة كازالة عندنا كلمة desks تملي اللغة الانجلش كده ما فيهاش توقفات في نص الكلمات زي الارابك عندنا يعني الكلمة طبعا انت عارفين desks دي لها desks يعني زي التخط اللي عندنا كده فهنا تقل desks فيه ناس بيقول diskes أو diskes يعني فيه دايما الاس كده بيبقى بلا فاصل لا ماشي بنات معناها girls girls not girlies ناس بيقول girls بس مع كتير girls لا هي مش girls 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 كذلك ما نقول ما ده ساعداد نقول prep school prep school اعطوه كده مش prep school prep school not prep school أوكي وكذلك اللي احنا الكلمة الخيرها ng طبعا بنقولها في اخيرها nasal sound يعني نط كده نيزل من آآ آآ الانف طيب نيجي بقى الكلمات طبعا بعض الكلمات المهمة جدا آآ اللي طبعا mispronounce اللي بينسي آآ نطقها أو بنغض في نطقها دي commonly شائع جدا عند الارابك الاراب سبيكرز المتحدثي العرب commonly mispronounced words اللي الناس كتير من عندنا بتغلط فيها ايه يا كلمة دي تتنطق ايه يعني الاول يعني انا طبعا عربتك كلمة دي مثلا لو عربتها على عشر اشخاص من آآ عشر اشخاص هيقراها مثلا اتنين صح من تمانية للأسف يعني طبعا دي تتنطق اللي هيشوفها هو الارشيف الناس كتب بيقول الارشيف لا هي نصحبة archive archive وبالامريكان archive اوكي archive طبعا الار في البريتش طبعا ما بتتنطقش حيب ما يكون قبلها حرف فول وبعدها حرف متحرك فهم ما بننطقش الار تقول archive archive ممكن الامريكان هي بتتنطق في البريتش ما بتتنطقش لو بعدها حرف second اوكي لو الار بعدها حرف second طيب يبقى كلمة دي archive يعني ارشيف طب الكلمة تانية انا قلتها في الحلقة بالفعل فاكرنا بقى شوف الناس اللي ذاكرتها قوية معنا كلمة دي بقى اسمها ايه هل اباستروف صح اباستروف صح لا طبعا هي اباستروفي اباستروفي دي من الكلمات اللي الطلبة الصغرين بالذات بيقع فيها كتير جدا نسبة كبيرة يعني اباستروفي محدش يقول اباستروف كذلك اه على نفس الوزن والرايم يعني هي نفس الوزن والنغمة بتاعت الكلمة اباستروفي الكلمة دي تقال ايه بقى اعرفتوها بقى اللي هي كتاستروفي 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 معناها يعني زي كارثة كارثة كتاستروفي كتاستروفي برضو الكلمة دي من الكلمات الناس بتغلط فيها الناس بتطعها كتير يا لا وصحة اسمها وفيه هامس كده في الاخر مش افدا اصدقاء بقى الناس كتير بتقول الكلمة دي طبعا هي مش هتقول ادي كده اختفى ادي وممكن تعملها مش هنحسف اقول فرانس 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 نوت فرانس فرانس غلط نوت الصح لها فرانس كلمة دي برضا قلت لها قلتها في الشرح السابق من شرحتين كده السابق اللي هي ايه ايوه ما تقولش يعني يعزم على يصمم على اه دي معناها يخت بالعربي زي مش شايفين الصورة كده معناها يخت بس بقى تتنطق ازاي تخيل اللي نطقها عشان كده بقولك اه ما تقرأ كلمة انجليزية ما تصقش في الحروف نطق الحروف كلها اه دي نطقها يعت يعط يعني يخت يعت اه دي برضو ناس بتقول ده طبعا رئيس الطهاء طه يعني شيف شيف لا ايه مش شيف حتى لو قلت تشيف برضو غلط اه تشيف تشيف بقى معناها رئيس اه في اه مكان معين او مجموع معينة بس هو رئيستها او طه تشاف يعني نقطة صحلة تشاف تشاف ياس شاف شاف ياس طيب اه دي معناها اه غوغاء او فوضى ايوه دي مكلمات برضو نطقها صعب لا كيوس 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 مش كاوس كيوس معناها فوضى او اه غوغاء اه حديد بقى عشان في ناس كده باسمها الناس كتير بدول حديد بتنتها ايرون ايرون لا طبعا هي تنتق ايرون 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 اكي اه دي بقى معناها اطلال اطلال مكان يعني فيه خراب او اطلال او بقايا مكان تنتقى روين 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 اه دي طبعا كلمة يتنكر يجب تقول ديسكاس ديسكاس هي مش ديسكاس هي ديسكايز 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 اه كلمة بقى للاطفال الاسف الصغارين بيغلطوا فيها يقولك اورانج اورانج اي مش اورانج خاص هي اورانج جا جا فيه جا في الاخر اورانج اورانج برتقانة اورانج وكذلك مقياسة عليها فيه ناس بتنتقى صح اه يعني اسمها ابل مش ابل مش ابل ابدا ابل دي معناها قلق او عنده شعور بالقلق او العصبية النرفزة اه اللي هو انكشيس مش انكشيس بالنسبة انكشيس لا هي انكشيس انكشيس اجين انكشيس ربيت افترمي انكشيس قوله ورايا تمام اه دي بقى معنى ناضج عنده نضج اللي هي ماتيوة 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 مش ماتور لا ماتيوة ماتحف ماتحف فيه نزولها ميوزيوم بسمها نزول ميوزيوم لا هي ميوزين ميوزين مش ميوزيوم ابدا ميوزين دي ردبة طبعا اجنبية في الجيش على وزن زي ما انا عقيد مش نطقها النطق الصحيح ليها كونيل مش كولينيل لا كونيل كونيل ردبة في الجيش كونيل اه الرياضة معروفة طبعا محبوبة لولدنا اللي هي طبعا بس مش عاشك تقوله لو قلتها بالعرب تقوله كاراتين انتو بتقوله بالعرب زي بالانجليزي لا لو قلتها بالعرب قلت كاراتين بس بالانجلش بقى لها نطق تاني اسمها كراتي كراتي ربيت قوله ورايا كراتي اه وصفة غزاء وصفة غزاء اه برضو اه ناس بتقول ريصايب هي مش ريصايب خالص نطق تاني خالص اسمها ريسيبي 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 يعني وصفة طهي او وصفة غزاء مجهود معناها افرت افرت مش افورت مش افورت افرت افرت ولو قلتها طبعا افرت لو انت ما بنضعش الار لو نضعطها بالبرتش اما بالامريكا منتقول افرت افرت اه نتيجة بقى معناها ايه نتيجة ريزالت لان نسترس على المقطع التاني مش ريزالت 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 اه دعم يعني كلمة ديها معناها دعم مش سبورت مش سبورت لا هي با سيبورت 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 اوكي اه اقتصاد بقى كاسفة اقتصاد تتقالي ازاي ايكيناميك 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 اه كلمة دي معناها ممر بين ارفف او ممر بين كراسي مسلا في قطرة او في طيارة اه او ممر بين ارفو زي ما شافين كده في اقسام سوبر ماركت تتنطق زي الاس سايلنت تتنطق ايو مش ايصل ايو 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 اه عمل بقى طبعا معناها ويرك تعارفينها مش ويرك 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 تتنطق زي تتنطق وام 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 اما الكلمة اللي بعدها شوفه لو بلقو بقى بقى لها معنى تاني خالص معناها دودة بس بقى المعنى دي هنا تتنطق ايه بقى يعني دوكها اللي هي معناها دافئت كاتل بتنطق وام دي تتنطق ويرم 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 بجامع مرأة طبعا ما نحطش اس زي ايه اه يعني التقليد مثلا احنا ما نجمع اسما بنحط polarized دي جامع woman المفرد بتاع woman وة تبقى مضمومة كده في الاول النص الاولاني فرست نص الاولاني يبقى اه مضموم كده women women اما بقى نساء بتجامع ازاي بقى تكسر بقى النص الاولاني تقول له women women الجامع women يبقى المفرد women women الجامع تكسر النص الاولاني تقول women women اوكي اه كلمة تملي البي اما يجي بعدها البي فور بوك دي بعدها تي بتبقى silent يعني ما نقولش dipped دات دات يعني دين بتبقى مديون ان دات يعني مديون واللي تحتها تبقى doubt يعني شاك doubt ما نقولش داوبة doubt اه كذلك مادة الماثر يا ما نقولش masses الماث ماث مش ماثز ماث وكزي كلمة month 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 طبعا زي ما قعدتوك حبايبي طبعا احنا طلب التالتة دبلوم زراي طبعا احنا مش هننساكو النقضة وطبعا مش في خضم طبعا النطق والبرنانسيشن وتعلم اللغة اللي احنا ننساكو لأبدا انا جيبتلكو استعراض للمنهج فبسرعة كده unit one طبعا ديت I have just come back from holiday ده عنوانه I have just come back from holiday ده اول يونت واحدة في المنهج طبعا هندرس في مور فارم مور فارم equipment and machinery يعني هنتكلم عن المعدات وما كان في المزرعة وهناخد فيه grammar present simple present perfect والcomparatives مدرعة بسيط والمدرعة التام والcomparatives يعني المقارنة وهناخد طبعا في language function how to introduce people ازاي نقدم الناس و describing things ووصف الاشياء talking about holidays and giving news التحدث عن الرحلات والاجازات وازاي اللي احنا نبلغ اخبار دي unit one unit two saving energy هنتكلم عن saving energy زي نوفر الطاقة بان هنكلم عن conserving resources ازاي اللي احنا نحافظ على مصادر الطاقة سواء كانت natural يعني طبيعية و financial يعني resources المصادر اللي هي المالية هناخد طبعا في grammar بتاع الوحدة دي model verbs الافعال للنقصة for advice بالذات بتاع الadvise النصيحة ازاي should and to وهناخد have to for obligation have to obligation للالزام او الاضطرار الlanguage function بتاع الوحدة دي هناخد giving advice ازاي هندي نصيحة و apologizing وازاي نكون جمل بنعبر بها عن apologizing يعني اللي اعتذار طيب هناخد unit three هم طبعا على مقياس السنة اللي فاتت كان ستة unit كان ستة unit في كل ترمي طبعا كله اللي جمالي كان 12 unit انا استارت طبعا وحدات الانت الاولاني في unit three هناخد safety at work safety يعني اجراءات الامان في العمل هنتكلم على talking about dangerous work practices يعني الممارسات الخطيرة في العمل وزاي الواحد ساعات يتعرض للخطر وكيفية طبعا استخدامات اجراءات الاستخدام اجراءات الامان للوقاية منها في الجرامر بتاع الوحدة دي هنكلمها past simple يعني الماضي البسيط imperative زي الامر والpast continuous يعني الماضي زي الماضي مستمر في language function والstructure هنكلمها relating the details of an accident ازاي نحكي تفاصيل حادث وmaking recommendation عمل توصيات لشيء ما او ازاي نرجح شيء ما طيب اه في unit four sorry ده unit four هتلاقي مستسرية اس ده unit four هيبقى revision بعد كل تلاتة يونت هتلاقي revision revision يعني مراجعة طيب في unit five بقى unit five هنلاقي واحدة اسمها milk monitor يعني مراقبة الالبان وخصوصا في dairy farmers في مزارع انتاج الالبان dairy يعني انتاج الالبان طيب طبعا في الجرامر بتاعها هنتكلم على present perfect symbol يعني زمن المضارع التام و present perfect continuous المضارع التام مستمر وخصوصا واستخدامات follow sense وهمة جدا و static verbs static verbs الافعال الحالة الافعال اللي ما بتقبلش اللي هي تبقى في ازمنة ال progressive بالذات اللي هي الازمنة المستمرة we have to give information هناخد كل structure و language function اللي ازاي giving information او supporting someone with information ازاي نقول معلومة او ندي معلومة لحد طب unit six هنتكلم على طبعا chicken and egg وطبعا هنتوقع اللي حم نتكلم على chicken and egg هنتكلم على poultry forms poultry forms اللي هي مزارع الدواجن poultry يعني دواجن فطبعا في ال poultry هتكلم على past perfect ten symbol اللي هو زمن الماضي التام البسيط وفيه هنتكلم برضو على active and passive forms يعني على المعلوم والمجهول وفي language function بتاع الوحل لدينا نكلم على obligation يعني structure بتاع obligation يعني الاطرار و relating past events ازاي نحكي احداث في الماضي و how to give advice dear students في الواقع I'm very sorry that we come to the end of our episode today فلا من حزين لانا جيت في اخر الحلقة النهاردة وصلنا الاخر الحلقة ولازم انه الوقتي كنت سعيد معاكم مستمتع جدا باللي احنا خدناه وقواعد النطر